أهلا بكم في رابع حلقة من حلقات السرعة في الأداة في الحلقة دي هنعمل برج ملتف وهنستخدم أداة البليند عشان نعمله لو عايز تدعمني وتدعم الشغل اللي بعمله ما تنساش تشترك على القناة وتنشر اللينك بتاعنا في كل مكان هنخش على architecture tab تحت component model in place وبعدها هننزل تحت شوية generic models وندوس ok بعدها ممكن نسمي blend tower مثلا وندوس ok دلوقتي هندوس على أداة البليند ونرسم البروفايل بتاعنا البروفايل ده عبارة عن خطوط بتكون الماس بتاعتنا أو الكتلة بتاعتنا من فوق ومن تحت فهو هنا عندنا زر edit top و edit bottom طالما فيه هنا edit top بيبقى احنا بنعدل على تحت خلينا نرسم مسلس ندوس على inscribe polygon ونخلي sides 3 ونيجي هنا في النص ونرسم مسلسنا وبعدها ممكن مثلا نخلي الحواف بتاعته من fillet arc مش حدا مش حدا وبعد كده نقدر ندوس edit top و pick lines نختار نفس الخطوط وندوس وندوس finish اللي ارتفاع ممكن نغيره من هنا second end ونخليه مثلا 35 متر وندوس apply لو رحنا على 3D هنشوف هو عمل ايه ككتلة نقدر ندوس على الكتلة دي وندوس edit base او edit top في 3D ونعدل عليهم لكن ممكن برضو ندوس edit vertices لو دوسنا edit vertices بيديك نقاط تحكم لكل vertex عندك في الشكل الهندسي لو خلناها control base بيحولهم لتحت لو فضلنا في top بيفضل فوق ممكن نعمل twist right او twist left عشان نلف الشكل الهندسي ده من فوق او من تحت ونعمل reset لو عايزين نرجعه لشكله الاصلي خلينا ندوس twist left مرتين وبعدها ندوس على modify وندوس finish هيعمل الكتلة اللي احنا عايزينها بعد كده من تحت نخلي visual style shaded عشان نشوف شكلها ونتأكد وندوس finish model دلوقتي نقدر نخلي الوجهات زي ما احنا عايزين ندوس على architecture وندوس على curtain system لو عايزين نعمل الازاز الاول او wall wall by face لو عايزين نعمل الجوانب دي الاول هندوس عليهم ببساطة وبعد كده نتوجه الى architecture curtain system ونختار كل الوجهات اللي عايزين هتبقى ازاز وندوس create system طبعا نقدر لسه نعدل عليهم لكن خلينا نقفل عن طريق ان احنا نعمل roof by face ونحوله الحاجة احنا باخترينها ندوس create roof وممكن تحت نخلي roof او floor نختار pick lines وبعد كده ندوس finish دلوقتي عشان نخلي الوجهة الازاز زي ما هي موجودة في الثامب نيل هنشيل الماس هندوس tab لغات لما تظهر الماس generic models دي الكيمين hide and view element وندوس على curtain wall تظهر عندنا هنا curtain system edit type ونخلي ال type بتاعها circular millions مثلا وندوس اوكي دلوقتي ممكن نخليها شكلها افضل عن كده لان كده الازاز شكله تطالع برا شوية عن طريق ان احنا نعدل على grade lines زي ما عملنا في الفيديو اللي فات هندوس على grade line نفسه نشيل من على pin ونحركه لو عايزين باسهم الكيبورد او حتى ندوس على architecture curtain grid ونضيف segment احنا لو عايزين نضيف segment كل ما تزودها كل ما تقل التكسيرات الغريبة اللي بتحصل مع انحناء الكتلة وفي كده نكون خلصنا تمنى تكونوا استفدتوا مع السلامة ترجمة نانسي قنقر